نقول ان احنا هنشوف تقريب دلوقتي عن حفل مهرجان الفضاءات العربية لزماننا العزيز استاذ محمود عدلي مبارح تسلم فيه جائزة افضل قناة رياضية قناة النادي الاهلي لا اتوقع لا بس اتمنى امكسك الاهلي ان شاء الله وحشدوني وان شاء الله بإذن الله فقرب فرصة اكون معاكو النادي عريق وتحياتي لكابتن محمود الخطيب والدارة النادي الاهلي العظيم انا سعيد ان الاهلي والزمالك بيلعبوا في النادي افريقيا ودايما البطولات مش هتخرج برا النادي الاهلي ولو فاتت الاهلي ان شاء الله الزمالك يسد جمهور الاهلي هيفهم ان من ضريبة مهنتي انا ما اقدرش اقول اهلي اولا زمالكاوي ولكن بيحسوا يعني اكيد الجمهور هيحس انا بنتمل ايه اتمنى ان شاء الله فوز الاهلي وحصلوا على كاز افريقيا التسعة وبنقولهم التسعة يا اهلي وان شاء الله نبارك الجمهور الاهلي والكابتن الخطيب الاول انا مفسه تأوي ان انا انا قانته النادي الاهلي الندي اللي بحبه انا اهلوية جماعة على فكرة جمهوري الزمالك ما يزعلش اصدرها حاجة انا بقولها دايما ان شاء الله احنا اللي حنكسب اللعب امام الزمالك فريق مش سهل وفريق كبير وأحد قضايا الكرة المصرية معنا يعني يعني توقعي أنا الشخصي 3-0 يا جماعة الأهلي حديد الأهلي حديد الأهلي حديد أنا بحب الأهلي شراحة أهلوية لا أنا بحبش التعاسب بس أنا بحب النادي الأهلي بموت فيه وهو ده النادي بتاعي منه أنا صغيرة غادي الوقت من فيكم أشتر كتكون ياخدوا الكرة بالشلون يعني يا جماعة دي كرة يعني كرة وإحنا بنحب بعض وكلنا صحاب أنا صحابي زم الكوية على أهلوية على أسماع الأهلوية على أسكندرة دي فالدنيا حلوة يعني ما بيش حاجة بعداش تعصب والله ده بس متكبرة جمهور النادي الأهلي جمهور عظيم وأنا أهلاوي وبحب الأهلي بس مش متعصب إن شاء الله نكسب يعني بإذن الله وشايف هيبقى فيه حماسة كبيرة جدا طبعا اللعيبة كلهم متحمسين إن شاء الله يعملوا مطشق قوي بإذن الله مبسوط أني كنت معيكو وكل سنة وإنتوا طائمين